أهلا بكم من جديد لم تمضي أيام على رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران وبدء مرحلة جديدة حتى أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إحدى عشرة شركة وشخصا لتقديمهم دعما لبرنامج الصواريخ الباليستية الأمر الذي اعتبرته طهران غير مشروع جمال سواعد والتفاصيل ما إن دخل اتفاق فيين النووي بين طهران والدول الكبرى حيز التنفيذ حتى فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران تتعلق ببرنامجها للصواريخ الباليستية والتي تشمل عقوبات على إحدى عشرة جهة إيرانية الأمر الذي استدعى انتقادا إيرانيا للخطوة الأمريكية لم يتم تصميم برنامج الصواريخ الإيراني ليكون قادر على حمل أسلحة نووية كما أعلن سابقا تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني ورد فعلنا لهذه الدعاية هو الإسرار بتصريع برنامج الصواريخ الباليستية القانوني وتعزيز القدرات الدفاعية في محل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو ضيفا على طهران والتقى الرئيس الإيراني حسن روحاني ويتزامن رفع العقوبات عن إيران مع إطلاق متبادل للسجناء بين طهران وواشنطن حيث أفرجت إيران عن خمسة أمريكيين كانوا معتقلين لديها إزاء إطلاق واشنطن سراحة سبعة إيرانيين مسقطة اتهمة عن أربعة عشر آخرين كانوا متهمين بينما عبر الرئيس الإيراني حسن روحاني عن ترحيب بلاده بالتعاون مع الصين وذلك قبيل زيارة الرئيس الصيني المرتقبة إلى طهران منذ عامين ونصف كانت لمحادثات مع الرئيس الصيني سواء في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في اجتماعات منظمة شينجهاي للتعاون أو خلال زيارة للصين الرئيس الصيني سيزور إيران الأحد وسنبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك تداعية تطبيق الاتفاق النووي قد تكون لها جوانب سياسية وأمنية عدة على دول المنطقة ومنها دول الخليج التي باتت متخوفة من التقارب الأمريكي الإيراني الذي أعقب توقيع الاتفاق ولعل أبرز التداعيات ابتدأت مع تراجع أسواق المال الخليجية التي تهيمن عليها الشركات الطاقة واسترفع إيران لإنتاجها اليومي من النفط فيما كانت عمان من أول المرحبين ببدء تطبيق الاتفاق وصفة الخطوة بالكفيلة بإبعاد شبح الحروب عن المنطقة